بخصوص إذن أي حديث عن تبادل الأسرى ومن الرابح من تل أبيب عقيد متقاعد دكتور إيران ليرمان نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي للعلاقات الخارجية سابقا هل إسرائيل تدرس فعلا مسألة الإفراج عن كل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لديها مقابل إفراج حماس عن الأسرى لديها أيضا إسرائيل لا تحتجز أي أسرى نحن لا نحتجز أحد نحن لسنا مؤسسة إرهابية هذه منظمة إرهابية القلت قبضة على النساء والأطفال والمسنين لدينا سجناء بسبب الأعمال الإرهابية إذن حماس تطالب إطلاق صراحهم ولأكون واضح هناك مفاوضات متواصلة من خلال شبكات متعددة لإطلاق صراح الأسرى مقابل بعد العمل ولكن هناك شك في إسرائيل أنها ليست جدية وكل ما تحاول حماس أن تفعله هو استخدام شعبنا كوسيلة لتجنب دمار سيطرتهم على غزة التي لا هناك مفار منها فإن كل أعمالهم هو كارثة على شعب غزة ولا يجب أن تبقى حماس مساعدة في غزة مع كل الاحترام للسيد أحمد أعتقد أن العالم قد عين واختار أنها منظمة إرهابية قد تخطط كل الحدود الإنسانية وحتى كل الخطوط الإسلامية من خلال الفضائع التي تكبتها ولكن إن كان هناك نية جدية لإطلاق صراح الأسرى بشكل سريع سيكون هناك أيضا تبادل ولكن أن يغير ذلك المعادلة الأساسية في هذه الحرب التي بدأتها حماس طيب بغض النظر عما قلت أن إسرائيل ليس لديها رهائن هذه حرب بالتالي يعني كل طرف يمكن أن يأسر من الطرف الآخر لكن أنت يعني عملت مقارنات بس أنا أريد أن أسألك نحن لم نحتجز أي طفل أو امرأة طيب بس أكمل سؤالي لم نأخذ أحد منهم كم أسرى لم نحن لا نقارن هناك مقارنة غير قانوني هذا غير صحيح هذا هو عمل وحشية وإرهابي يجب أن نسمع لمستشار الألماني الذي وصف قتل شنين نوك وأيضا أعمال الوحشية المرتكبة أنا لا أقبل هذه المقارنة الأسرى محتاجة بس لن نسأل طيب بس أنا ما كملت سؤالي يعني انفعالك يدلل على أنك لا تريد أن تسمع إلى السؤال ولا تريد أن تسمع إلى روايات أخرى أنا أريد أن أسأل الآن تستشهد بما قاله أولف شولتز يعني كأنه شيء مقدس وغضبتم على جوتيريش عندما قال أنه الفلسطيني يعاني احتلال طيب استشهد بكلام جوتيريش لقد وضحنا الأمر لسيد جوتيريش أن تعليقه كان محاولة لتبرير أو وضع في إطار معين أعمال وحشية وإرهابية لا يجب أن تقبلها المجتمع الدولي وإن فصلت الممتحدة في هذا الصدد إذا ليست لها أي مكان في هذه المعادلة طيب أنا الآن أريد بغض النظر عن الأسماء والمسميات هل إسرائيل قد تفرج أنا أنت خبير أمني قد تفرج عن كل الأسرة لديها مقابل الإفراج عن من لدى حماس أنا لا أتفهم نحن لغة تستخدمونها لأننا نحن ليس لدينا أي أسرة لم أقل قلت أسرة نحن كما نعرف هناك خسائر بشارية بسامن أكتوبر هذا سؤال بالطبع حساس ومعقد فإنه من الضروري إطلاق صراحة للأشخاص مقابل إطلاق صراحة شعبنا لكنه قرار سياسي لكن لا أتفهم اللغة المستخدمة أن نحن نحتاج أسرة ورهائن هذه اللغة ليست هناك أي علاقة لما نحن نواجهها حتى كلمة أسرة مرفوضة في تل أبيب شكرا لزميلة المترجمة أيضا على أن أربكناها في هذه الترجمة والتداخل من تل أبيب العقيد المتقعة الدكتور إيران ليرمان نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي للعلاقات الخارجية السابقة